طيب يعني دكتور علي الدكتور نفسي قال إحنا لما بنمشي فبنطرد الكورتيزون اللي هو المضر من الجسم فما بيجلناش أورام وما بيجلناش مشاكل بعد كده لكن إيه اللي خليني برضو أطرد حتة إن أنا ما يجليس سكر أو ضغط من العصبية يعني إيه اللي المفهود أعمله لما المخ يديني إشارة أو أحس إن أنا ضربات قلبي سريعة دلوقتي المفهود إن أنا أجري أعمل إيه يعني هو طبعا فيه أول حاجة التدريب إن أنا أتعلم إزاي أواجه الضغوط أو لو تحطيت في موقف صعب أو جديد علي دي الخبرة في إن أنا إنفعالاتي أبقى متحكم فيها أو ما نفعلش زيادة عن اللزوم فأول حاجة التدريب إن أنا أكون متضرب على لو أنا وظيفتي بتسمحلي أو بتبقى متعرض دايما لمواقف فيها يعني ضغوضات أبتدي أتعاود إن أنا ما نفعلش الحاجة التانية فيه قواعد عامة إن أنا أغير مكاني أغير من وضعي إن أنا أأجل الحوار أو النقاش أو الوضع ده لفترة تانية أكون أنا مستعد فيها ولما أبتدي أحس إن أنا مش قادر أسيطر على الموقف أو إن أنا حخرج عن يعني حبتدي أنفعل لا يعني أنا ممكن يعني أوقف اللي أنا بعمله ده أو إن أنا أتفادى إن أنا أتعرض له فيه ما بعد أشهرها الطالب مثلاً اللي عنده امتحان شفوي بيقى متوتر جداً 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 لو أنا قاعد وأتدرب على الامتحان الشفوي وعمل كذا موك أو يعني طريقة أما أخش الامتحان حلقة إن الدنيا يعني يعني اتعرضت ليها ومتعود عليها حتة المعدة دي يعني دلوقتي بقى فيه كتير قوي بنشوف إن بداية الدخة وبداية الحالة النفسية بتبقى بتبتدي من المعدة يعني المعدة بتدي إشارة إيه للمخ يعني بداية دايماً الحالات اللي أنا شفتها بتبتدي الأول بألام في المعدة وبعد كده الدخة وبعد كده غسيان وبعد كده إغماء يعني إيه الصلة ما بين المعدة والمخ إن يبتدي الحالة كلها وإحنا زي ما اتفقنا أن المخ بيسيطر على كل وظايا في الجسم الأمعاء دي بتعتمد على الجهاز العصب اللا إرادي اللي عند الإنسان لأنه هي لو ما تتبط بالجهاز العصب الإرادي فأنا هتحكم فيها وامنع يحصل فيها أي مشاكل لكن الأمعاء من الحاجات اللي هي متصلة بالحاجة اسمها العصب السنبساوي والبارا سنبساوي البارا سنبساوي أو العصب الحائر هو اللي بيتحكم في حركة الأمعاء كلها فلما الإنسان يستصار بطريقة ما يبتدي العصب الحائر دوتي هو كمان يستصار ويبتدي يعمل أوامر للجهاز لحاجات كتيرة في الجسم منها الجهاز الهضم في ناس يشكينهم شعور بالغسيان في ناس يجيلهم مغس في ناس ممكن يجيلوا أنه محتاج يعني يحس أنه عايز يدخل الحمام أو حاجة زي كده دي كلها الأثار نتيجة أنه فيه نشاط زيادة من العصب الحائر وده زي ما هو بيأثر على الأمعاء بيأثر على الشرايين فيخلي ضغط الدم بتاعي يقل والإنسان ممكن يفقد الوعي في الوقت دو ويجيله النوع من أنواع الغيبوبة طيب دكتور أكيد في حالات اليومين دول جات لحدك في العيادة غير زمان يعني إيه الجديد دلوقتي في المخ والأعصاب اللي ماشية مع العصر يعني دلوقتي الأمراض النفسية كترت والضغوطات النفسية أكتر في العالم كله مش بس في مصر كل العالم دلوقتي بيعاني من المشاكل النفسية والضغوطات النفسية إيه الحاجات بقى اللي من هنا من يحكى أنه لازم تقول للناس عليها وتفهمهم يتعاملوا معها إزاي لأن دايما اللفة لما بتعب ولما بدوخ ولما بيغم علي ولما بيحصل لي مشاكل أول حاجة بتقال روح لدكتور مخ والأعصاب فأكيد حديك بتستقبل الحالة من أولها إيه الحالات اللي إحنا بنعاني منها اليومين دول وإعلاجها إيه شو حيك إحنا الجراحين فالجراح لما قرره حيبقى فيه إنه هو هيعمل عملية المريض لازم يتأكد إن الأعراض اللي المريض بيشتكي من دي أعراض عضوية فعلية مش إنفعالية أو حاجة زي كده زي مريض يكون عنده مثلا ألم في الظهر وبيشتكي إن الألم دي زيادة وغير محتملة ولا تستجيب للعلاج وأنا أعمله أشعة ولا إنه هو عنده قدروف لو المريض دوت مريض حقيقي فعلاً وتعمل عملية ده هيستفيد لو المريض هو بيزود إحساسه بالمرض ظروفه النفسية أو الحالات اللي بيمر بيها فده لما أنا هعمله العملية مش هيستفيد لأنه هو كان الهدف أو أنه هو بيسعى للخدمة الطبية عنده يعني مكسب تاني أو حاجة تانية عايز يلجأ بيها عايز يعبر عنه هو عنده مشكلة بس مش لها أي حاجة فقال أنا ضهري بيوجعني ونفس الكلام دوت لبعض الحالات الإصابات المخ فإحنا لازم نفرق جداً المريض اللي جاي دوت هو فعلاً مريض عضوي ويستحق تدخل جراحي أو أياً كان الطريقة العلاجية ولا في نوع من أنواع الحالة النفسية أو الحالة المزاجية اللي مخليه المريض بيتخذ من العرض ده سبيل إنه هو عنده حاجة من سميحنا السكندريجيني يعني هو عنده مشكلة تانية وعايز يهرب منه ده مهم جداً عندنا بالتالي لما أقولي إن حده أغم عليه في الشارع أو في محل العمل وبتاع واجه أنا أعمله أشعة ولاقي عنده حاجة معينة وأنا شاف إن الحاجة دي لا تنطبق على الأعراض أو الأعراض دي مش الأعراض الكلاسيكية بالنسبة لنا كجراحين تقول إن هو ده اللي عمل المشكلة فإنا لازم بحول المريض لزميلي سواء من مخ والأعصاب أو زميلي من الأطباء النفسيين أخذ رأيهم إن أنا شاكك إن الحالة دي عضوياً ما تفسرش الأعراض دي كلها وبالتالي المريض لازم هيعد على دورة كبيرة طيب إحنا بحتاجين بقى كمان يا دكتور نعرف حاجة مهمة جداً وده الناس كلها دي أسئلتهم مش أسئلتي أنا عايزين نفرق ما بين السكتة الدماغية وكمان الجلطات المخ يعني بنسبها كتير قوي يقولك ده جات له جلطة في المخ ما قدرناش نلحقه ده كان داخل في جلطة في المخ فلولة أنه راح الطوارئ ما عرفش إيه فإيه الفرق ما بين السكتة الدماغية والجلطات المخ عشان نعرف نلحقها بسرعة لو إحنا فهمنا إيه هي أعرضها اشتركوا في القناة